أقصري عن ملامتي وعتابي لست تدرين يا أميم بما بي لو تذوقين ما أذوق من الوجد لما لمت فاشربي من شرابي ثم ما شئت فاعذري أو فلومي وقرعي بالعتاب والعذل بابي ليش كل هذه المقدمات يا شيخ قال إن رزقي بالسبط رزق عظيم اليوم اليوم شحالة المدينة اليوم شحالة الحسين هو ينزل أخوه في ملحودته إن رزقي بالسبط رزق عظيم ومصاب مر المذاق صابي سووا بالإمام يا شيخ قال غيل في ناقع من السم ثافته إليه ضغائن الأحزاب صابي فقضى بعد قذف أحشاه في الطج شهيدا إن تنعاه آي الكتاب فبكاه جبريل في الحجب للأملاك والأنبياء بأشجى انتحابي خلنا تحج ويا صاحب الناحية أبو صالح يمتى يشعع للعوالم نور طيبة يمح الظلم والجور نور الله حبيب عجل يا سيف الله ويا ركن الديانة جار الدهر واستولتي علينا عدان جم دوب تغضي الضيم يمشكر على عجل يا غوث الموزمة طالة الغيبة لطالة الغيبة والحشام إن اشتعلنا جناك ما تدرش صار يوم الطبود سووا يا مؤمن قال حرقا وأضربا وانبتوا بالصدر ولطمت العين أعظام يبو صالح مصيب آتتنا حيلة عقب ما كسر وضلعها وانغدر حقها ومن فدك ظالم منعها سوت خطبات ونخت بهم ومحاد سمع متمر مرات طلعت من الدنيا كئيب كل الجرات دريش عدد من مصايب من غصب حدر للطف وفم النوايب والشيع قلبه بحزن متفتت ذايب يجذب الون وينتخي ومحد يجيب لها المنادن ومصيبتا الأمر والمرجع لله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طيب مجلسنا بذكر الصلاة ثلاثا على محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وآل محمد من المصطلحات التي يستعملها علماء العقائد في محاضراتهم في كتبهم في الأوراق البحثية التي يلقونها يستعملون مصطلح المسلمات المذهبية مسلمات المذهب مسلمات العقائد ما هو المراد من هذا المصطلح حينما يستعمل علماءنا مصطلح المسلمات العقائدية أو مسلمات المذهب شي يريدون من هذا المصطلح المقصود من المسلمات العقائدية أو مسلمات المذهب هي مجموعة العقائد التي تمثل الركن والأساس لمدرسة أهل البيت أكو مجموعة عقائد هذه العقائد بالنسبة إلك كمؤمن بمدرسة أهل البيت تتولى أهل البيت من بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تمثل بالنسبة إلك أساس بالنسبة إلى عقيدتك ركن يعني يعني لا يوجد مجال في النقاش في مثل هذه العقائد مثل ماذا؟ مثل اعتقادك بأن عدد الأئمة الأطهار بعد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إثنى عشر إماماً بالنسبة إلك كمنتمي لمدرسة أهل البيت بعد يوجد مجال للنقاش في هذا العدد أو لا يوجد لا يوجد مجال بالنسبة إلك هذا مسلم عقائدي أو مثل ماذا؟ مثل الاعتقاد بولادة الإمام الثاني عشر وأنه حي يرزق هذا هم كذلك بالنسبة إلك هذا واحد من المسلمات العقائدية ما تناقش في ثبوت هذا الأمر أو عدم ثبوته نعم ذلك الذي لا ينتمي لمدرسة أهل البيت في طور البحث في طور رحلة البحث عن الحقيقة ممكن يبحث ناقش لكن بالنسبة إلك أنت كونك تنتمي إلى مدرسة أهل البيت هذا أمر بديهي أمر ركني أمر أساسي بالنسبة إلك مسلمات عقائدية بعد نموذج من نماذج مسلمات المذهب الاعتقاد بأن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يتحركون بناء على العلم الواقعي خلق أبين إلك شن الفارق بين العلم الواقعي والعلم الظاهري العلم الواقعي هو العلم الذي يوجد عند المعصومين عليهم الصلاة والسلام سمي علماً واقعياً لأنه لا يحتمل الخطأ بل هو صواب قطعاً لأن إحنا في عقيدتنا أن هذا الوجود المقدس هذا معصوم مو إنسان عادي مو مبلغ عادي شنو معنى معصوم؟ يعني كل كلمة يقولها وكل قرار يسنه كل توجه يتوجهه لا يحتمل في شأنه الخطأ بل لابد أن يكون صائباً هو معصوم والمعصوم مطلع على الغيب مطلع على الواقع الذي في علم الله مطلع شنو موجود في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى ولهذا المعصوم الذين عاشوا في زمانه وأعطاهم توجيهات معينة يعتقدون في تلك التوجيهات أنها مطابقة للواقع الذي عند الله تبارك وتعالى إذن فالعلم الواقعي هو العلم الذي عند المعصوم سمي واقعياً لأنه لا يحتمل الخطأ بل هو صائب قطعاً لكون المعصوم معصوماً أولاً ولكونه مطلعاً على ما عند الله يعني مطلع على الغيب ولهذا بعد إذا يقول لك المعصوم لو كنت معاصراً للمعصوم وقال لك فالقول معين لا تحتمل في هذا القول أنه يمكن خطأ يمكن صح بل لابد أن يكون صواباً هذا العلم الواقعي زين العلم الظاهري ما هو؟ العلم الظاهري هو العلم الموجود عند العالم عند غير المعصوم من علمائنا أقوال فقهائنا وأقوال علمائنا حفظ الله الباقين رحم الله الماضين أه وإن كانت حج شرعاً وإن كان الله تعبدنا بقول الفقيه وإن كان الله أمرنا أن نأخذ إلى أحكام الشرعية من الفقيه أه لكن الفقيه ليه؟ الفارق بين الفقيه وبين المعصوم ما هو؟ المعصوم أحسن أحسن الفارق هو العصمة المعصوم مطلع على ما في الغيب لكن العالم ليس مطلعاً على ما في الغيب العالم مهما بلغ من العلم واحد من الفوارق بينه وبين المعصوم هو أنه لا يجزم بما في الغيب الذي يعلم ما في الغيب هو الله ومن أطلعهم على ذلك وهم المعصومون ولهذا فالعلم الذي يعطينا إياه العالم الفقيه هذا علم ظاهري لو واقعي أحسنت هذا علم ظاهري ولهذا الشوف حتى في الفتاوى الفقيه إذا يكتب إلك فدفتوى معينة يذيل الفتوى بأي عبارة يقول والله أعلم أعلم وظيفة الفقيه قلت إلك لتخلط بين الأوراق صحيح الفقيه قوله قول ظاهري لكن مع هذا هو حج عليك جعلها الله في زمن الغيبة شنو تقول الرواية عن الناحية المقدسة فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فالفقيه حينما يعطينا علما معينا سواء يرتبط بعلم الكلام أو يرتبط بالعقيدة أو يرتبط بالجانب التفسيري لآيات الكتاب هذا العلم علم ظاهري وظيفة الفقيه أن يطبق القواعد بتعبير علماء المنطق يطبق الصغريات على الكبريات كما يعبرون شنو المقصود؟ يعني إذا استجدت مسألة معينة في أي باب من أبواب الفقه أو أي جانب من جوانب علم العقيدة يجي العالم يعرضها على القواعد هناك قواعد لعلم الفقه قواعد لعلم الكلام قواعد لعلم التفسير يعرضها على القواعد ثم يستخلص نتيجة معينة لكن هذه النتيجة اللي استخلصها الفقيه هو نفسه يقول لك هذا ما توصلت إليه بعد الجهد يقولون مجتهد شنو معنى مجتهد؟ يعني يبذل الطاقة والجهد فإذا الفرق بين العلم الواقعي والعلم الظاهري العلم الواقعي هو الذي كان يعطيه المعصوم في زمان حضوره أه؟ العلم الظاهري هو العلم الذي يعطيه العالم في زمن الغيبة في زمن غيبة الإمام حينما نأخذ من العالم فتوى معينة فهي حجة شرعا كما بينا ويجب على المكلف امتثال هذه الفتوى لكن الفارق بينها وبين كلام المعصوم أنها علم ظاهري والذي كان يعطيه المعصوم في زمن حضوره علم واقعي مما تقدم نعرف أن هناك جملة من الفوارق بين العالم وبين المعصوم أجيب إلك بعض الفوارق التي تتصل بالبحث الفارق الأول بين المعصوم وبين العالم هو أن العالم مجتهد سامع بهذا المصطلح يولا شوف إذا تفتح كتاب منهاج الصالحين أو أي رسالة عملية أخرى يقول لك الفقيه بأن المكلف إذا أراد أن يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى فهناك ثلاثة سبل سبيل الأول هو سبيل الإجتهاد لكن هذا السبيل خاص بمن؟ خاص باللي عند ملكة الإجتهاد شهد له بذلك طريق آخر هو طريق الاحتياط ينظر المكلف في الأقوال في المسألة الواحدة فيحتاط بينها والاحتياط له طرقه تارة بالفعل تارة بالتكرار تارة بالترك لكن هم يبينون مسألة هم يقولون الاحتياط غالبا يكون متعسرا إن لم يكن متعذرا غالبا يكون متعسرا إن لم يكن متعذرا ولهذا فأسهل طريق لامتثال الحكم الشرعي يا طريق طريق التقليد طريق التقليد للفقيه الذي هو جامع للشرائق إذن فأول فارق بين المعصوم وبين العالم هو أن العالم مجتهد العالم مجتهد لكونه لا يعلم بما في الغيب فوظيفته أن يجتهد إلى أن يتوصل إلى النتائج الشرعية لكن المعصوم المعصوم بعد مجتهد لو مو مجتهد المعصوم ليس مجتهدا ليش باعتبار المعصوم أساسا لا يحتاج إلى الاجتهاد لكونه مطلعا على ماذا أحسنت لكونه مطلعا على الغيب على ما عند الله على الواقع على الحقيقة فما يحتاج يجتهد العالم يحتاج إلى الاجتهاد إذا كان بالفعل هو من أهل الاجتهاد لكونه لكون الغيب خافيا عنه هذا أول فارق بين المعصوم وبين العالم فارق ثاني بين المعصوم وبين العالم هو أن العالم من الممكن أن يختلف قوله مع قول العالم الآخر باعتبار هذا يجتهد وهذا يجتهد واجتهاد كل منهم حجة شرعية على من يرجعون إليه لكون الواقع والحقيقة التي عند الله خافيا عن كل العلماء كل الفقهاء فآراؤهم تتعدد لأن ليسوا مطلعين على الغيب لكن المعصوم والمعصوم الآخر آراؤهم تختلف أو لا تختلف لا تختلف لأنهم مطلعين على الغيب والغيب واحد له متعدد الغيب واحد الحقيقة اللي في علم الله واحد الواقع اللي في علم الله واحد وهم مطلعون على هذه الحقيقة فتشوف آراؤهم توجهاتهم منهجيتهم واحدة هم؟ شوف مثلا في زمن نبينا الأعظم محمد الله صل على محمد الله صل على محمد الله صل على محمد الله صل على محمد في زمن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله خمسة معصومين هم أهل الكساء النبي الأعظم وعلي وفاطمة وابناهما خمسة معصومين لكن مع هذا ما تشوف أكو اختلاف في الرؤى بينهم لأن قلت إلك لهذه الحقيقة أن الواقع عند الله واحد وهم مطلعون على هذا الواقع الواحد فلهذا ما تشوفهم مختلفين وحتى لو كان معصوم في بلد والمعصوم الثاني في بلد آخر إذا كانوا في زمان واحد فلا يختلف منهج هذا عن منهج هذا لأن الواقع عند الله في الزمان الواحد واقع واحد شوف مثلا في زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا وين كان فيه خراسان ولده الجواد وين كان في المدينة لكن تشوف الجواد ينقض ما اتخذه أبوه أو لا ينقضه لا ينقضه بل يسدده لأن زمان واحد وفي كل زمان هناك حقيقة واحدة عند الله وكلهم مطلعون عليها حتى لو كان هذا في بلد وذاك في بلد آخر بالنسبة إلي وإلك المسافة ممكن تلعب دور في ظل غياب وسائل الإعلام في الأزمنة السابقة لكن بالنسبة إلى المعصوم المسافة وبعد المسافة تمثل عائق أو ما تمثل عائق ما تمثل عائق ولنا في منهجية وسيرة الإمامين الحسنين سيدي شباب أهل الجنة خير برهان على أن المعصومين إذا عاشوا في زمان واحد فإن هذا يؤكد ذاك هذا يعضد هذا شوف الحسن والحسين عاشوا في زمان واحد وقلت إلك لكل زمان حقيقة واحدة لكل زمان تكليف واحد تابع للظروف تابع لملابسات الزمان ولهذا تشوف ما خطى الحسن خطوة إلا والحسين عضد إليه ما خطى الحسن خطوة إلا والحسين يؤكدها ما خطى الحسن خطوة إلا والحسين معه شريكه ظلوية خطوة بخطوة انت بالك الهدنة التي جرت بين الحسن عليه الصلاة والسلام وبين معاوية بالك الحسين مثل ما لبعض الصور كانت إلى وجهة نظر أخرى حاشا حاشا وألف حاشا كان الحسين مؤكدا ومؤيدا لخطوة أخيه الحسن قيادة معصومة ظلوية خطوة بخطوة وحتى في أوقات المأساة في أوقات الشدة ما خالله مثل هذا اليوم يمسح على قلبه بل شت شوية تخف حرارة السم التي تشتعل في أحشاءه يقول خوية في أمان الله في دعاة الله مثل هذا اليوم الحسين يبتي والحسن يبتي وهذا آخر يوم الأخوين يشوفون بعضه آخر يوم الأخوين يظلون ويا بعض اللي فاقد عضيد اللي فاقد أخ حتما يعرف مثل هذا المعنى بإيدة بإيدة الشريفة الإمام سيد الشهداء اللي بعد أيام تأتي زيارته بإيدة الشريفة نزل أخوه اليوم في قبره والله يساعد قلبه اللي ينزل أخوه في القبر شحاله الأخو اللي ينزل أخوه اللي عاش وياه طول العمر ولازم طول العمر وتقاسم وياه الحلوة والمر اللي ينزل بإيدة في القبر هذا الأخو شحاله ولهذا ترى اليوم يوم مصيبة على الحسين اليوم يوم فاجعة على الحسين وإن كان التاريخ ما نقل إلينا عبارة مثل مثل العبارة اللي قالها على العباس الآن انكسر ظهري لكن وربك وحقك ترى مثل هذه الكلمة ومثل هذا المعنى لا حتما موجود عند الحسين اليوم وهو ينزل أخوه في القبر أهال عليه تراب القبر وانحنى يقول أبو محمد عشي توياك من الصغر في حجر رسول الله تربينا من الصغر في حجر رسول الله وحجر علي وفاطمة لكن خويا أبو محمد اليوم بالعزيز علي أنزلك في القبر خويا أبو محمد الليل شلون أخلي راسي على الأوساد وانت في القبر يوم مصيبة ترى هذا سوم زعاف وجو المدينة المنورة الجو الصائف السموم الصائم شي يريد غير شوية ما يطف حرارة قلبه أسايلك الصائم لا سيما في الجو الحار وتشوف هذه السنوات شهر رمضان ما يأذن أذان المغرب وانت مصدق تريد شوية ما أول ما تفطر على الماء لكن تدري إمامك شي اللي فطرت به هذه المرأة تمزج ذلك السم سم الأفاعي من بلاد الروم تمزجه بشراب اللبن قدمت إلى الإمام جرع إمامكم جرعة من ذلك اللبن خل إيد على قلبك نار تشتعل بقلب إمامك التفت إليها يقول قتلتيني يا عدوة الله ألا ما أكون محسنا إليكي أنا مو أحسنت إليك يقولون صار يجود بنفسه أحس من فيه إلى سرتي من يقطعها بالمواسي ومن يجرحها بالسكاكين صحوة حسناء أريدك تسلي قلب فاطمة تسعد قلب فاطمة بنحبتك وبدمعتك ترى مثل ما يوم عاشر يوم مصيبة لأن فاقد ولد اليوم يوم سبعة صفر بعد مصيبة على فاطمة لأن اليوم بعد تفقد ولد الله أكبر ظل يتقلب على فراش المراض يقولون صار نوب يقوم نوب يقعد نوب يقوم يقطع الدار طولا وعرضا من حرارة ذلك السوم وصل الخبر إلى الحسين أبو علي قوم قوم لحق على أخوك خلاص بروح عنك توجه الحسين إلى دار أخيه الحسن نظر إليه يجود بنفسه نادى وأخا التفت الحسن إلى الحسين نادى أبا عبد الله لقد فعلوها وكلها أيام وأنا مفارقك أبو علي لكن عندي وصايا وأنت أخوي وأنت اللي تنفذ الوصايا الوصية الأولى إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني بفاضل حنوط جدي رسول الله ثم جدد بي عهدان عند ضريحي لكن هلا هلا أبو علي إذا شفت السهام شكت الجنازة لا تسلسف إذا شفت السهام صابت جنازتي لا تسلسف أبو علي لا تهرق في أمري ملأ محجمة دمى هذه وصية أولى الوصية الثانية الله الله في بناتي وأولادي كن لهم مثلي إليهم إحنا نخاطب إمامنا الحسن نقول أبو محمد ترى الحسين ما قصار وحتى يوم عاشر يوم القاسم استأذن أذن له بالبراز وبعدين يوم سقط القاسم جاء له صار يؤبنه ثم صار الحسن ثم صار الحسين يبكي لما نظر إلى جبين أخيه يتصبب عرق التفت الحسن إلى الحسين يقول أبو علي ليش تبكي أبو علي ترى رزيتك الرزية العظمى لا يوم أنا صدق فتت وقلبي بحرارة السم لكن أنت بفتتون قلبك بسهم مثل لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألفا ألها المناد ومصيبة لنا دلم نادي في السماوات العلية يلا ساعدني بهذا الونة وبهذا الصوت الله يرحم من العطية صاحب الأبيات والله يرحم السيد جعفر الكربابادي صاحب الطور صاحب هذا اللحن نا دلم نادي في السماوات العلية شبد الحسن متقطع بسم المنية وحسن يم ينتحب والدمع هامي قل لي وانيناك يا الأخو نحا الأعظامي وش علتك يا باقي يا أهل وكل عمامي قال لي أخو ياع التي سم الدعية وإماما بالله يا أخو يحسن دنطشت عندي سم اللعينة يا عظيدي فتت شبد يلا عليك هذا البيت هذا يا أخو يال اللي وعدني به جد سواء دنطشت عندي وشبد ملتضي شبد قذفها ودمعت بخدهتنا قل لا دشيل الطشات لا تشوف المصور ولا تجي الحراير يا عزيزي وينظرون خوفي تذوب قلوبهم منها الرزي ما هي إلا ساعة وإذا بالباب تطرق التفت الحسن إلى الحسين يقول أبو علي شيل هذا الطشت نحيه عني ترى وصلت زينب أختنا وأخاف إذا زينب شافت الطشت ينفجع قلبها أبو محمد خايف على زينب تشوف الطشت اللي فيه قلبك ترى بدور الزمان وبتشوف طشت ثاني لكن الطشت الثاني أعظم من الطشت اللي عندك أبو محمد راس عضيدك اللي الحين قاعد وياه وتوصيه راس عضيدك زينب بتشوفه في الطشت وما بتشوفه سالم بتشوف فيه علامات العلامة الأولى على جبهته تدري هذه أي علامة يا مؤمن هذه علامة حجر بالحتو العلامة الثانية في فمه سوف تراه مكسر الثنايا رواية تقول دخلت زينب فلما وقع بصرها على الطشت نادة وأخا دشة الحورة تلتفت لشمال ويمي أظنك تحب هذه الأطوار وهذه الطريقة طريقة طريقة آبائنا وطريقة أجدادنا دشة الحورة تلتفت لشمال ويمي شافت طشت مملي وهلت دمعة العين مملي دموصاحات يا نور العين يا حسين شبد الحسن متفت وتخفي علي وإماما عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء لما دنا رحيل الإمام التفت إلى الحسين سلم إليه موارث النبوة والإمام صار جبين الإمام يرشح عرقا نادت بنات الإمام وأولاده وأبتا وانت بعد وياه متصيح هذا اليوم وإماما هو حسن عند احتضار الموت مد يده يلا هيئ نفسك يا مؤمن هيئ نفسك يا موالي ترى اليوم يوم مصيبة عظيمة على قلب رسول الله عند احتضار الموت مد يده أسبل رجله غمض عينه عرقا جبينه سكن أنيينه أطبق فاءه وفاضت روحه الطاهرة ألها المناد ومصيبة ومصيبة رمى الحسين بنفسه على جسد أخي مناديا وحسنا هو أخا انتشر الخبر في المدينة طلعت الناس هذا يلطم على صدره ذاك يلطم على راسه توجهوا إلى دار الإمام وإذا به جثة هامدة جعله الحسين على ساجة المغتسس صار يتشاغل بجهازه الله يعين قلبك أبو علي شحالة اللي يغسل أخوه شحالة اللي يغسل أضيده انتهى من جهازه وطلعوا بالجنازة تشيع مهي هذا يلطم على صدره ذاك يلطم على راسه وإذا صوت من الخلف دعوني أتزود من أخي تعرفها لو ما تعرفها رجع الحسين قال زينب اطلعين وأنا موجود اطلعين وأنا موجود احنا نريد نتحك ويا مولاتنا زينب هذه اللحظة نقول زينب اطلعين خلف جنازة الحساب ترى راح اطلعين ورا جنازة أخرى راح اطلعين ورا جنازة أخرى مو في المدينة بطلعين ورا جنازة أخرى في كربلاء بتوقفين على التل منادية أنا أخي حسين صار يتكلم وياها بلسان الحال يقول خي يا زينب اطلعين شعب قلبي وفصل ايه ايه ساعدها ساعدها طلعتك موبرط طيبة طلعتك فيك وأحسين خل أعيد إليك هذا البيت وأريد منك تفاعل أكبرها خي يا زينب اطلعين شعب قلبي وفصل طلعتك موبرط طلعتك فيك تطلعين من الخدار حين اللي أبقى على الفلاء تطلعين من الخدار والدمع من عانت يسيل توجهوا بالجنازة ناحية ضريح النبي وإذا بالسهام تترى على جنازة الحسين سل العباس سيفه التفت الحسين إلى العباس قال أبو فاضل اغمج سيفك هلا هلا في وصية أخونا الحسن هو اللي قال لا تهرق في أمري ملأ محجمة دماء هذا أولا وثانيا أبو فاضل هذا السيف ترى إلى يوم هذا السيف اغمده في غمده اجعله في غمده ترى إلى يوم وبتسل هذا السيف عظم الله أجوركم وانحنى الحسين صار ينتزع السهام من جنازة أخي سبعين سهم انتزعها من الجنازة نخاطب الحسين نقول أبو علي أنت تشيل السهام من جنازة أخوك أنت من اللي بيشيل السهام من جنازتك أبو علي أنت من بيشيل السهام المثلث من قلبك وأحزين وأحزين نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربل واحد واحد في المدين وتفرقوا عني شو صار الشمل تبدي واحد من جعيد قضوا واحد مني واحد دفن عندي واحد عن جب قبر الحسن عندي وقبر حسين وين البيت الأخير وأسألك الدعاها حطوا يا زهر اليوم في دار اشعزي بالدار ناصبها غريب الغاب وانتي يا زهر بالصفا يحمخ تفي لاتت يا زهر اليوم حالة لا تنظرين